موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم أبنائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الصناوي الصناعي قسم طباعة وسباغة وتجهيز المنسوجات النهاردة هنتكلم مع بعض عن مادة الألات وهنتكلم بالتحديد أكثر عن مكينات الطباعة المستخدمة في عملية الطباعة لما هنيجي نتكلم عن مكينات الطباعة لازم قبل ما نتكلم عن هذه المكينات لازم نعرف حاجة مهمة قوي ألا وهو تعريف الطباعة الطباعة هي نوع من أنواع السباغة الموضوعية لمكان محدد يعني احنا لو كنا حبينا نتكلم عن الطباعة هنقدر نقول أنها عملية سباغة بس سباغة موضوعية ونقدر نقول برضو عن الطباعة هي نوع من أنواع التجهيز ولكن في شكل محدد أو في أماكن محددة على حسب التصميم المطلوب أو التصميم المرغب في تنفيذه ولو جينا نتكلم عن مكينات الطباعة عندنا عدة ماكينات من الطباعة عندنا الشبلونات المسطحة وماكينات الطباعة بالشبلونات المسطحة وعندنا الماكينات الاوتوماتيك اللي نزلة دلوقتي اللي هي بتبع تمانية لون والكلام ده بتبقى برضو بالشبلونات المسطحة اللي يوم بتبقى ساقية بس اوتوماتيك بتبقى عبارة عن مكانة زي الساقية كده تلف حوالين نفسها تطبع ايه تشيرتات او القطع بشكل اه اوتوماتيك الشخص يا دوبك هو بيحط اللون فيها بس وبعد كده الطباعة اللي هي الروتري والاستوانات اللي بنتبع بيها الاتواب بتاعتنا وهنتكلم عن كل ده بشكل تفصيلي وهنشوف الطباعة اليدوية ازاي بتشتغل وازاي بنستخدم هزي الطباعات المختلفة بمختلف اشكالها ومختلف الوانها ومختلف صناعة نبص مع بعض كده عن مكينات الطباعة نشوف ايه هو تعريف الطباعة تعريف الطباعة هو عملية سباغة موضوعية زي ما كنا بنتكلم مع بعض يبقى تعريف الطباعة هي عملية من عمليات السباغة الموضوعية بعد كده نقدر نقول ايه هو الغرض من عملية الطباعة الغرض من عملية الطباعة هو تنفيذ بعض الرسومات الزخرفية والحصول على منسوجات مطبوعة طرد جميع الازواق وترفع من قيمة المنسوج وتغطي احتياجات سوق المستهلك وهنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا الى وهو ان احنا لو جينا كان عندنا تشيرتين مثلا تشيرت سايدة خالص وتشيرت مطبوعة لو جينا بصنا الفرق السعر ما بينهما نلاقي تشيرت المطبوعة اغلب كتير من التشيرت السادة بالرغم من ان الطبعة اللي هي موجودة على التشيرت السادة طبعة بسيطة مسلا او ملاش اي تكلفة او اي حاجة الا انها بتعطي لي المنسوج بتاعي قيمة وبتعطي فيه رغبة للمستهلك يعني بتخلي المستهلك اكثر رغبة في التشيرت يعني حضرتك دايما تتلاقي نفسك كشب او كشبة لسه في مقتبل الحياة بتبدأ تقول انا لو الله انا حب اتشيرت مطبوعة عليه رسمة حلوة عليها قطة جميلة بالنسبة للبنات عليها شكل مسلا او كلمة كويسة بالنسبة للأولاد فتقول لا والله انا اروح لده اكتر اكتر من انا اروح لي التشيرت اللي مش مطبوعة فعشان كده منقول الغرض منها هو تنفيذ رسومات زخروفية والحصول على منسوجات مطبوعة ترضي جميع الازواق وترفع من قيمة المنسوج ايه هي الاساليب المختلفة الانيميا كناية اتباعة المنسوجات هنبص مع بعض اول حاجة عندنا هو اتباعة بالاوالب اليدوية ايه هي فكرة اتباعة بالاوالب اليدوية هي عبارة عن قلب خشب محفور عليه بالحفر البارز تصميم زخروفي المطلوب طبعته يعني انا لو جينا بصينا هنا مع بعض مثلا في الورقة اللي قدامي ده هي لو جينا رسمنا كده شكل مع بعض والشكل ده بتدينا نقصه كده دي على الحروف وخلينا الشكل ده بقى بارز على المكانة اللي قدامي فنلاقي ان القلب بتاعي بقى قلب مطبوع ونبدأ نستخدمه في عملية الطبعة يبقى عبارة عن قلب خشبي محفور عليه بالحفر البارز التصميم الزخروفي المطلوب طبعته زي ما احنا شايفين كده اهو ده الشكل بتاع القلب الخشبي ودي القلب اهو ده التصميم اللي موجود على القلب يعني انا الرسمة ده او تصميم دوت او التنفيذ ده عبارة عن حفر انا حفرته على القلب الخشبي دوت بطريقة ما عشان اقدر اطلع بيه الصور او تصميم الظريف اللي موجود عندي ده وببدأ اقرره على مستوى القماشة يازم بيسموه في الصناعة عندنا اسمه اللاينو او اطباعة باللاينو او بالاوالب الخشبية ودي اول ما بدأت يمكن بدأت في الصين ويجي دور اه شرق اسيا بدأت فيه موضوع اطباعة بالاوالب الخشبية والحفرة على الاوالب الخشبية والمصرين القدماء برضو كانوا بيستخدموا هزي الاوالب الخشبية في الحفرة والطباعة او زخرافة الاخمشة بتاعته بعد كده نيجي ليه جزء تاني معانا مهم وهو اطباعة بالالواح المعدنية او الدق والطباعة بالالوان الالواح المعدنية الدق ده هو تتطورب بعد كده لطباعة بالاستوانات النحاسية لكن الطباعة بالالواح المعدنية هي عبارة عن لوح معدني واللوح ده انا ببدأ احفره او بقصه بشكل معين وابدأ ادق بيه اعمله زي البصمة وده يمكن كتير مننا بنشوفه لما بنيجي نشتري مسلا بصمة لو حد عايز يعمل بصمة نفسه او اسم بيحطه نفسه او لوجو لشركة معينة بيعملها بقلب معدني ويبدأ يستخدمه بالدق واو مسلا بالحفرة عليه بعدة اشكال مختلفة وهو عبارة عن لوح معدني محفور عليه التصميم ومفرغ وينقل اللو ماشي بوسط بالدق على جزء المفرغ يعني كمان عندنا طريقة اخرى الالواح المعدنية وهو الطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض ده هي ان انا بيبقى عندي اللوح المعدني بالشكل ده يعني انحنا الالواح المعدنية عندنا لها طريقتين طريقة ان انا احفرها بشكل باز وحط البروس ده في لون وابدأ اضع بيه على القماشة اللي عندي او الطريقة الاخرى ان انا اجيب لوح معدني وابدأ افرغه وابدأ ادق بالشكل ده وده يمكن اقرب لطريقة اللي كنا اخدناها مع بعض قبل كده ان انا بجيب لكن الفرق ما بينهم ان هنا فيه اللوح المعدني بجيب لوح معدني وابدأ افرغه لكن فيه بيبقى لوح من البلاستيك المقوى او الكارتون وابدأ استخدم فيه برضو بطريقة طب ايه الميزة ان انا ممكن فيه اللوح المعدني ده في اللوح المعدني ده احنا ممكن ندخل اكتر من لون مع بعض ممكن ندخل اكتر من شكل مختلف عن بعضه ونبدأ ندخلهم فيه مع بعض بشكل مختلف وبشكل صريف ويرضي المستهلك احسن ما تبقى القماشة سادة وبتديني شكل زخرفي جميل ممكن استخدمه فيه استخدامات مختلفة بعد كده الطباعة بالبروتين وهي طريق قديمة منها توصلنا الى الطباعة بالطباعة باستخدام الشابلونات السطحية الطباعة بالبروتين يمكن هنتكلم عنها بالتفصيل اه على اساس انها عبارة عن بعض المواد اللي بتعزل التصميم فيه مكان معين يعني انها بيبقى عندي تصميم بشكل ما وببدأ املأ الفراغات بتاعت الشابلونة بتاعتي بالبروتين بحيس ان انا اعزل باقي الاشكال اللي ما فيهاش تصميم بحيس ان انا بعد كده ما اجي حط اللون ابدأ اضعه بشكل سهل زي الدوكو كده لو جبنا دوكو مثلا وبتدينا نجيب الشابلونة وبتدينا نحط على الشابلونة بعض الالوان بتاع الدوكو ده وبتدينا نرسم حواليها تمام يعني انا عندي التصميم بتاعي وبتديت احط الدوكو ده حوالين الشابلونة بتاعتي وبتديت ارسم بشكل مختلف فمالية التصميم اللي قدامي يعني انا مثلا لو نفترض ان ده التصميم بتاعي اللي هو في النص هنا ده ده التصميم بتاعي جيت ام لا بحواليه هنا كده ابتدت تدهن كل ده دوكه وفرغت ده هو ابتعد عن ما ماليتوش دوكه سبته بالشاشة الحرارية بتاعته وجيت طبعت اللي هيحصل هلاقي ان كل ده مش هينزل الا المكان بتاع التصميم بس المحدد بتاعي هو ده اللي هيطبع بعد كده نيجي لاتباعة بالسلندرات المحفورة زاتها الدرفيل الدائري واو عن طريق الضغط والسلندرات المقفولة هنا ونتكلم عن الاستوانات النحاسية لو جينا الاستوانات النحاسية لو جينا حفرنا على الاستوانات ده هيط وعندنا اكتر من طريقة للحفر على الاستوانات عندنا طريقة زي البنتوغراف عندنا طريقة زي الحفر الفوتوغرافي عندنا طريقة زي المولت كذا طريقة اقدر اطبع بيها او احفر بيها الاستوانات الطرق هنا بنتكلم عن طرق الحفر لكن تقريبا من طرق الطباعة بتبقى واحدة نشوف كده مع بعض. اتباعة بالسلندرات عندنا اكتر من نوع من السلندرات. عندي آآ سلندرات رقصية. ودي السلندرات المحفورة رقصية. ايه هي ميزة السلندرات المحفورة بشكل رقصي? يعني ايه باتكلم بشكل رقصي? ده معناه ان انا هرتب الاستوانات بشكل رقصي وليس افقي. يعني هرتب الاستوانات من فوق لتحت. تميز هزيه الطريقة بايه بقى? وده يهمني قوي لازم تبقى عارفه ولما بنيجي نتكلم عن مكان الالات لازم تبقى عارف الحاجات الدهية. لازم تبقى عارف لما ايتكلم عن مكنة لازم ابقى عارف ميزتها عن مكنة الاخرى. عشان كل مكنة او كل ميزة انا اقدر يستخدمها في نوع معين من انواع الطباعات اللي انا بستخدمها. او نوع معين من الاقمشة. يعني مسلا بالنسبة للسلندرات الشد الوقت عليها بيبقى اقل شوي. mountain. فيبقى انا ممكن استخدم القماش اللي ما يتحملش معايا يا شد. اقدر استخدم عليه القماش مثلا اللي هو بالسلندرات الرأسية طب الافقية مثلا بيبقى عليها شد عرضي اكتر من الشد الطولي يبقى لازم استخدم قماش بيتحمل الشد وهكذا يعني انا بشوف الميزة عشان اقدر اختار القماش وقدر اختار كمان طريقة الطباعة اللي انا بطبع بيها او كمان التصميم ممكن يحكمني في عملية اختيار الماكينة اللي انا بستخدمها يعني انا بيبقى عندي كذا نوع من انواع الماكينات اقدر لما بقى عارف ميزة كل ماكينة اقدر اختار الماكينة اللي انا استخدمها بشكل جيد يعني او اللي تديني نتيجة جيدة لما يجي اطبع عليها مش كل الماكينات تستخدم في كل الطرق وفي كل التصميمات اكيد ده مش هيحصل يعني انا مسلا دلوقتي عندي عندي طفل يبقى ممكن اخد شقة صغر لنا عندي مسلا خمس ست عشر اطفال يبقى لازم تبقى الشقة اكبر او اوسع يبقى انا اخترت بناءة عليه على طبيعة اللي موجودة عندي انا فعشان اقدر اعرف او اختار ما بين مكان ومكان او شخص وشخص فانا نفس الحكاية بالنسبة برضو للماكينات بتاعت الطباعة اقدر اختار الماكينة بتاعت الطباعة بناء على نوع القماش والشكل التصميم والطبيعة اللي انا اشتغل عليها والشكل اللي انا عايزه في الاخر فانا اعرف ميزة كل ماكينة اقول او الله لا انا ممكن اقدر اختار الماكينة دي احسن من الماكينة ده نشوف الطباعة بالسلمدرات المحفورة الرأسية بتتميز بيه السرعة العالية. وكل استوانة الطباعة لها استوانة ضغط بخصة بيها. يبقى الاستوانات الرأسية بتتميز بايه? من سرعتها عالية. وكل استوانة الطباعة لها استوانة ضغط خاصة بيها. يعني يعني انا ممكن ده معناه ويمكن دي ميزة ممكن محدش ياخد باله منها او يمكن ما تكونش عندك حتى مذكورة في الكتاب ان ده معناه ان انا ممكن اتحكم في ضغط كل استوانة. يعني ان لو انا عندي استوانة مسلا فيها هشير مسلا او حاجات ضعيفة اقل للضغط بتاعها شوية. لكن لو استوانة مسلا فيها مساحة كبيرة لأ ازود الضغط عشان المساحة بتاعتي تنزل بسهولة. فميزتها منها صورة عالية وكل استوان الطباعة لها استوان الضغط خاصة بها. الطباعة بالسلندرات المحفورة بالمائلة بزاوية خمسة واربعين درجة تشبه مكينات الطباعة بالسلندرات المحفورة الرئيسية مع الاختلاف وضع الاستوانات بصورة ميلة. يبقى هنا الاستوانات بتاعتي بتميل بخمسة واربعين درجة. يبقى هنا الاستوانات بتاعتي بتميل بكم؟ بخمسة واربعين درجة. يبقى الشبه الرئيسية بس بتميل بخمسة واربعين درجة. نشوف بقى اول مكينة من مكانات الطباعة وهي مكينة الطباعة بالاستوانات النحاسية زاتة الدرفيل الدائرة. ده تقريبا الشكل بتاعها. وانا احب دايما لما بيبقى قدامنا شكل احب اشرح الماكناة كده على الشكل عشان تبقى فاهم الماكناة بتاعتك دي بتشتغل ازاي. نشوف هنا ده كده مدخل القماش بتاعي بيخش من هنا. ده ادي القماش اهو عربة القماش اهي بتاعت اهي. ده اللي حوالينا اللي احنا شايفينا قدامنا دا هي بتبدأ تخش من هنا. تمام? طيب ايه ده يا مستر? ده عبارة عن السير اللي بيلف حواليه الماكينة. وده اللي موجود هنا ده ده قلب الماكينة. قلب الماكينة هنا في مكنة اطباع بالاستوانات النحاسية قلب الماكينة هنا هو استوانة الضغط. والاستوانة ده هي بيبقى ملفوفة عليها طبقة من اللباد وطبقة من اللبنج. والطبقة اللباد وطبقة اللبنج اللي بتبقى ملفوفة على الاستوانة ده هي او القماش اللي هنفوف عليها اسمه قماش اللابينج وهنتكلم عنه بالتفصيل. آآ الاستوانة دي اسمها استوانة الضغط. واللي هي استوانة قلب المكينة. يبقى انا هنا دخلنا كده من المدخل بتاع المكينة. لقنا حاجتين. اول حاجة اللي موجودة عندنا هنا هو القماش بتاعي اهو. اللي باللون الاحمر عربة القماش اهي. بتخش هنا على المكنة. وبعد كده طبعا دي استوانات مساعدة عشان تقدر تدخل القماش. طيب ممكن نعرف ايه هي او ايه لازمة الاستوانات المساعدة ديت. طبعا الاستوانات المساعدة ديت ليها اكتر من صفة. الصفة الاولى عندي في هذه الاستوانات انها بتساعد فيه فرد القماش. يبقى انا الاستوانات المساعدة هناك بتعمل ايه? بتساعد فيه فرد القماش. وكمان بتساعد في معايا في ان انا ادخل القماش بشكل آآ جيد ومايبقاش فيه قصرات في القماش. كمان بتساعد على دخول للقماش وحركة القماش داخل الماكين. والاستوانات ده هي بتساعدني في ان انا اتحكم كمان في الشدد الواقع على القماش. عن طريق انها بتتحرك حرقة نصف دائرية. والحرقة النصف دائرية ده هي بيبقى ايه لازمتها ان انا ازبط الشدد. يبقى الحركة النصف دائرية هنا وزبطها ان انا ايه ازبط الشدد. بحيث ان انا لو لقيت القماش مشدود الخي سنة. ولو لقيته مرخي اشده سنة ما يبقاش مرخي فيعمل لي قسرات ويعمل لي مشاكل في عملية الطباعة. بعد كده ما بنخش بقى جوة المكنة بنلاقي كمان وانا داخل مع المكنة بلاقي سير اسمه سير بتاع الطباعة. السير اهو. ده السير اللي سود ده. عفوا. السير اللي هو السير بتاع الطباعة. يبقى انا عندي السير اهو. ده السير بتاع الايه? الطباعة. او السير ده بيبقى عبارة من الكويتش. والسير ده بيبقى وظفته عشان ابدأ ابدأ علي. يبقى السير هنا بتاع الكويتش هنا وده بيخش معايا السير ده بيبقى من الكوش او من المطاط وعندي هنا هو القماش بيخش معايا وبعد كده عندي قلب المكينة اللي هي استوانة الضغط اللي بتبدأ تضغط على القماش. بعد كده نبدأ نخش هنا بقى نشوف شوية حاجات كده جميلة جدا وزريفة مع بعضة قوي وهنبدأ نتكلم عن كل حاجة فيهم بالتفصيل. اول حاجة هنا عندي في الحوض بتاع المكينة. يبقى انا يمكن عشان المؤشر ممكن ما يبقى واضح شوية. هنشوف بالقلم كده. انا عندي هنا. ده الحوض بتاع المكينة. الحوض ده بيبقى فيه الالوان بتاعتي. يبقى الحوض هنا هو فيه ايه? الالوان اللي موجودة عندي. الحوض ده بيبقى فيه اللون. بعد كده هنلاقي فيه حاجة هنا فرشة صغنونة كده اسمها الفرش. ودي الفرش دي ووظيفتها ايه? الفرش ده هي بتبقى مصنوعة من المطاط او مصنوعة من الصلب. بس الصلب الطري. بحيس ان انا ابدأ بتطلع بتعمل ايه الفرش دي? بتطلع اللون على سطح الاستوانة. بتطلع على سطح الايه? الاستوانة اللي موجودة. تبدأ الاستوانة ده تعمل ايه? تبدأ تضغط على القماش. طب مين اللي بيستحمل الضغط? اها ايوة بالزبط كده. قلب المكنة ده لاستوانة الضغط اللي هي موجودة دي. دي اللي بتستحمل الضغط. وتبدأ الاستوانة هنا هوت تبدأ تضغط على آآ اماش بتاع اللي موجود هنا هوت باللون المحمل فيها. نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي ان الفرش بتاعة الطباعة ده بتمشي عكس اتجاه سير الاستوان. بتنفرش بتاعة الطباعة دي بتمشي ايه? عكس اتجاه سير الايه? الاستوان. بعد كده بيبقى فيه موجود هنا هو تسكينة لازالة اللون الزايد من على سطح الاستوان. ونخلي بالنا ان السكينة اللي موجودة هنا دي بتتحرك حركة ترددية. بتتحرك حركة ايه? ترددية. مش حركة سابتة. لانها لو تحركت حركة سبتة هتعمل ايه? هتجرح لي الاستوان. يبقى هتجرح استوانة الطباعة. لكن هي بتتحرك حركة رددية عشان يدوبك بس تزيل اللون الزائد اللي الفرشة حطته على الاستوانة بتاعة الطباعة اللي محفورة عندي. يبقى انا هنا هو تسكينة بتزيل اللون الزائد فقط. ما بتزيلش اكتر من كده. تمام? يبقى انا الحض هنا هو تحض من الصلبة اللازل لا يصدق طبعا. والحض ده لازم يبقى من شروط ان هو ما يتفاعلش مع الكيميائيات اللي موجودة في الطباعة. كمان بيبقى عندي سكينة لازالة اللون الزائد عن الحد المطلوب. وعندي الفرشة اللي بتحط على اللي بتشيل اللون من الحوض بتاع الالوان وتحطه على استوانة الطباعة. بعد كده بتبدأ تدور عملية الطباعة وبعد كده بيبدأ يمشي هنا هوت زي ما احنا شايفين مع بعض كده السير بيبدأ يمشي في الاتجاه ده. لكن القماش بيبدأ يطلع القماش المطبوع بيبدأ يخش على مجففات هنا هوت المجفف ده بيبدأ يخش عليه القماش بعد ما ينتهي عملية الطباعة وعندي بقى المجفف ده هنتكلم عليه بالتفصيل بس بعد ما نشرح الجزء المهم بتاعي. طيب السير الكاوتش اللي هنا اللي موجود قدامي ده السير ده بيبدأ يلف كده ويبدأ يروح هنا هوت عندي لحوض الغسيل. طب حوض الغسيل ده هنا وظيفته ايه? اولا حوض الغسيل هنا ليه اكثر من وظيفة. اولا هو فيه فرش للتنظيف والفرش للغسيل. بيعمل ايه الفرش للتنظيف والغسيل? اي لون زايد على يا ريت نسبت الصورة على المكانها عشان نشوفها. اه اي لون زايد على الحد المطبوع بيبدأ الفرش ده تبدأ تخسل الفرش اللي موجودة او تخسل السير بتاعي. بتخسله طبعا بمية وصابون والكلام ده هوت وبعد كده بعد ما بتخسله تبدأ تعمل ايه اللي يحصل? يبدأ يحط سامغ تاني على السير الكويتش. يعني بيبدأ يحط سامغ تاني على سير الكويتش. وبعد كده يتنظف وبعد كده يتبضر وبعد كده يرجع يخش السير بنعاية مرة تاني. يبقى انا الجهاز الغسيل ده هو الجهاز غسيل السير ده بيعمل ايه? بيخسل السير كويس قوي من الالوان وبعد كده هوت يبدأ يجففه وبعد كده يحط لو محتاج مسلا اه اه دراي ستيك او لازل للسير يبدأ يحطه تاني اللازل اللي هو الخفيف ده عشان القماش يلزق في القماش اه او القماش يلزق في السير وما يتحركش معي اثناء عملية الطباعة لو بستخدم اكتر من لون وكمان يبضر القماش ويبدأ يدخله على عملية الطباعة. طبعا في بعض الماكينات وده عشان لو بعض الناس بتشتغل فيه المصانع. اه في بعض الماكينات اه بيبقى الجهاز ده عطلان وبشتغلوا عادي بس بيبقى بعد مسلا خمسمائة ستومائة متر او بعد ما يتبع الف متر يبدأ يغسل بقى البطانية بشكل يدوي. طبعا ده مش موضوع جيد وده مش موضوع انتاجي جيد وخاصة لو معي كميات كبيرة في عملية الطباعة. بعد كده نيجي بقى نبص هنا على الجهاز بتاع التكفيف اللي عندي ده. الجهاز التكفيف ده فيه سرابنتينات مسخنة اللي احنا شايفينها دي كلها النقط السودة والنانة دي. اللي قدامنا دي. دي عبارة عن مسخنة. يبدأ يمشي القماش عليها. وفي نفس الوقت بيبقى فيه مراوح هنا هوت من الهواء. عشان لو لقيت درجة الحرارة علية عندي. فابدأ اعمل ايه? افتح المراوح وهوي الماكينة عندي. على اساس ان انا اخفض من درجة الحرارة. ونخلي بالنا من حاجة مهمة اوي. فيه في سقف الحض هنا سرابنتينات التسخين بتاعها اعلى من السرابنتينات اللي موجودة هنا. ليه? عشان لو في بخار مية ولا حاجة تصاعد من الماكينة بتاعت الطباعة ما يتكسفش على السطح ويرجع ينقط على القماش المبوع اللي عندي ويعمل اللي يبقع فيه. فلازم يبقى فيه هنا سرابنتينات درجة تسخينها اعلى من السرابنتينات اللي بتعلي هنا. بس السرابنتينات دقيقة ما بتأثرش على الحوض. يعني ما بتسخنش في الحوض. لا هي بتسخن يدوبك السطح اللي فوق ده بس. عشان تمنع تكاسف اي مية او اي بخار عليه. لان لو درجة حرارة السطح اقل من درجة الحرارة بتاعة الغرفة. اللي هيحصل البخار اللي هيتصاعد نتيجة التكفيف. هبصة لقي البخار ده تكسف على صورة نقط مية. وابتدأ ينقط على القماش وعمل لي مشاكل فيه عملية الطباعة. بعد ما بيخلص التكفيف نهوت بيبدأ يخش هنا على جهاز تبريد عشان ما خرجوش على القماش ما يخركش على آآ هوا الجوي مرة واحدة. طب ليه القماش ما يخركش على هوا الجوي مرة واحدة لان لو حصلوا كده هيحصل عملية اسفرار القماش لان يعرضتوا من هوا ساخن لهوا بارد مرة واحدة فيبدأ يعمل لي عملية اسفرار في القماش. ده تقريبا الشكل الرسم او التصميم بتاع مكينة طباعة الاستوانات النحاسية. نتكلم بقى عنها بالتفصيل بعد ما اتفرجنا عليها. مكينة طباعة الاستوانات النحاسية دي الدرفيل بتاعها درفيل دائري. زي ما احنا شفنا اهو. الدرفيل بتاعها درفيل ايه? دائري. وليس اه مسلا مائل او بيضاء. لا هو الدرفيل بتاعها درفيل ايه? دائري. نشوف الاجزاء الماكينة او اجزاء الرئيسية للمكينة. اول حاجة عندي استوانة الضغط. اول حاجة عندي استوانة الايه? الضغط او قلب المكينة. اهو. دي الاستوانة بتاعت الضغط ده يمكن شكل مقرب قوي قوي للاستوانة. عندي هنا هو اه دي قلب المكينة. دي استوانة الضغط. دي استوانة بتبقى معمولة من المعدن وعليها طبقة من الكويتش وعليها طبقة من اللباد وماشي اللي احنا اتكلمنا عنه وبعد كده بيدور حواليها سير الكويتش. ودي هنا الاستوانات بتاعت الطباعة اللي كنا بنتكلم عنها بشكل مقرب اكتر. ودي هنا الفرش اللي بتبدأ تاخد من حوض اللون وتبدأ تحط على الاستوانة وتبدأ الاستوانة بقى تضغط هنا على استوانة الطباعة. ناخد بنا من حاجة اني دايما السير بيمشي عكس اتجاه الاستوانة النحاسية بتاعتي. بيمشي عكس الاتجاه الاستوانة النحاسية ايه بتاعتي. تصنع الاستوانة الطباعة دهية او استوانة الضغط عندنا تصنع استوانة الطباعة بتصنع من النحاس النقي الخالص مغطى بطبقة من النيكل كروم ليزيد من عمرها الافتراضي حوالي خمسين مرة ومحيط الاستوانة بيبقى من اربعين لاتنين وسبعين وطول الاستوانة من تسعين لمية وستين. طب ليه نقول ربعين لاتنين وسبعين بيبقى على حسب آآ مساحة التصميم بتاعي. ونخلي بالنا من حاجة مهمة. لو انا بعمل التصميم والتصميم مسلا مش معمول كله على آآ محيط الاستوانة. لازم يبقى عدد التقرارات بتاعت التصميم تقبل القسمة على محيط الاستوانة بعدد صحيح. يعني ايه عدد صحيح? يعني لو قلنا اني محيط الاستوانة مسلا تلاتة سنتي. يبقى لو انا آآ لو محيط الاستوانة عندي تسعة سنتي. وانا عندي التصميم تلاتة سنتي. يبقى تلاتة او تسعة على التلاتة. يبقى انا هقرر التصميم كم مرة? تلات مرات. يعني انا لو انا محيط الاستوانة بتاعي دهوت تسعة سنتي. وانا التصميم بتاعي يضوبك تلاتة سنتي. يبقى التسعة دول لو اسمناه مع التلاتة. يبقى ده معناه ان انا هقرر التصميم على الاستوانة كم مرة? تلات مرات. طيب لو المحيط بتاع الاستوانة عشرة سنتي وانا التصميم تلاتة لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان عشرة على التلاتة يبقى تقريبا تلاتة وربعة او تلاتة وثلاثة من عشر فده معناه ان العدد او محيط الاستوانة ما تقسمش عندي على التصميم ما تدنيش عدد صحيح. يبقى ده ما ينفعش التصميم يتقرر. يبقى التصميم هيتقرر تلات مرات وهيبقى لي جزء جزء دهوت يعني انا مثلا الاستوانة هي بتاعته ده هي هلاقي التصميم تقرر مرة اتنين تلاتة وبقى هنا جزء معايا كده في الحتة ده هيك كده جزء ده ابيض. مفهوش تصميم ولو حطيت نص تصميم هبصة لاقي يبقى التصميم مش هيقفل مع بعضه في التكرارات السلوسية والربعين اللي خدناها السنة اللي فاتت فيه سنة تانية فبصة لاقي ان هو ما قفلش مع بعضه فما يقدرش يديني على طول القماشة فلاقيت القماشة عندي بقى طالعة ازاي طبعا تبقى قماشة مضحكة جدا تلات حتة وجزء صغير تلات حتة وجزء صغير طبعا ده شكل لا يصلح ولا يجوز في عملية الطباعة ده جريمة قبرى فعشان كده بنقول ان محيط الاستوانة لازم يقبل القسمة على آآ مساحة التصميم ويديني عدد صحيح يديني عدد ايه صحيح ما ينفعش يديني عدد وكسر لا ما ينفعش لازم يديني عدد صحيح فعشان كده بنقول ان محيط الاستوانة عندي بيتأرجح ما بين 40 و 72 تمام؟ على حسب بقى الاستوانة اللي انا عايزة لكن عايزة اقول على حاجة بس بالنسبة لي موضوع الاستوانات ده انا عندي نوعين من انواع الاستوانات عندي نوع اسمه القسم وعندي نوع اسمه القشرة ايه الفرق ما بين القسم والقشرة القسم ده معناه ان الاستوانة بتاعتي معمولة من النحاس الصافي يعني انا عندي الاستوانة ايه دي كلها عبارة عن نحاس. طب ايه نوع القشرة ده? النوع القشرة ده ان هو عندي الاستوانات معمولة من الصلب وعليها طبقة صغيرة من النحاس. عليها طبقة صغيرة منين? من النحاس. اللي هي طبقة الحفرة طبقة. فده بنسميه اسمه القشرة وليس آآ الاصم. يبقى انا عندي نوعين من انواع الاستوانات. نوع اسمه الاصم وده ما صنوع من النحاس الصافي. ونوع اسمه القشرة وده ما صنوع من الصلب وعليه طبقة من النحاس. يبقى دي انواع الاستوانات المستخدمة في عملية الطباعة. وقلنا محيطها. بيتأرجح بين اربعين واتنين وسبعين. طيب طول الاستوانة بقى طول ده بتاع الاستوانة ده بيبقى كام? طول الاستوانة ده بيتأرجح من تسعين لهمية وستين. ولازم نخلي بقى لنا من حاجة مهمة قوي يا شباب. اني لازم يبقى عدد الاستوانات المستخدمة على قد عدد الوان التصميم. يعني انا لو عندي تصميم اربع الوان يبقى لازم يبقى عندي كم استوانة? اربع استوانة. ما انا عن تصميم اربع الوان. ما ينفعش مش عمل حتة وحتة يعني. ما ينفعش خالص. فيبقى انا عندي لازم عدد الاستوانات على قد عدد الواني لايه? التصميم. ولكل لون طبعا بيبقى استوانة محددة ليه? بنقول ان احنا بعد ما بنعمل الاستوانة وبنحفر عليها ونزبط دنيتنا وتبقى الدنيا تمام ما فيش اي مشكلة فيها. نبدأ نغطي الاستوانة النحاس دي بطبقة من النيكل كوروم. الموضوع ده ليه مستين? الميزة الاولانية ان انا غطي بطبقة النيكل كوروم ده هي ان انا اطول عمر الاستوانة خمسين مر. يعني انا لو الاستوانة مسلا تستخدم معايا خمس مرات خمسة في خمسين يبقى متين وخمسين مر. لا ده انا ممكن استخدمها متين وخمسين مر. فيبقى انا موضوع ان انا غطي الاستوانة بالنيكل كوروم ده بيطول معايا في عمر الاستوانة. هل ده بس لا. في ميزة اهم في موضوع ان انا غطي بطبقة النكر كروم. النحاس من عيوبه ان هو حساس جدا للاحماض. طيب نفتر ان انا بطبع بسبغات حمدية. يعني لو انا بطبع بسبغات حمدية. اعمل ايه? اه النحاس لو انا مش حطي طبقة النكر كروم. يبقى ده معناه ان النحاس والحفر بتاعه هيبدأ يتأثر بايه? بالاحماض في السبغات الحمدية. فده يعمل لي مشكلة في النحاس ويبدأ يغير لي في ابعاد التصميم. وفي شكل التصميم ويبدأ يعمل لي تنتيش مسلا في النحاس. فعشان كده بغطي بالنكر بطبقة النكر كروم لحماية استوانة النحاس من المواد الكيميائية ودرجات المختلفة للسبغات المستخدمة في عملية الطباعة. يبقى التغطيبة نكر كروم مش بس او مش الميزة بس ان انا آآ باحمل استوانة او ان انا بطول عمر الاستوانة. لا ده انا بحميها كمان من المواد الكيميائية المستخدمة لان النحاس معدن طري. فبيبقى سهل التشكيل. فعشان كده بيبقى بيتأثر بكتير بدرجات وخاصة الحامضية. فعشان كده بغطي بطبقة النكر الكروم لحماية الاستوانة وحماية التصميم بتاعي. نبص بقى كده مع بعض نرجع تاني لمرجوعنا لاستوانة الطباعة. بيمكن تحركوها من الاعلى وإلى اسفل لضبط الالوان مع بعض مع بعضها الى سطح القماش. يعني انا ببدأ احركها من اعلى الى اسفل وكمان بمكن اقدر احركها من يمين ويسار على اساس ان انا بزبط الاستوانات مع بعضها. وتصميم تبدأ تقفل الالوان على بعض. بعد كده الاعمدة الحاملة للاستوانات. والاعمدة دي بتبقى مصنوعة من الصلب المسحوب على الساخن حتى تقاوم الضغط الواقع عليها. يعني انا الصلب بتاعي بسحبه على الساخن. عشان تتحمل الضغط الواقع عليها. وتكون اطول من الاستوانة بحوالي خمسة واربعين سنتي من كل طرف. وتحمل على كرسي خاص بها. يعني احنا بنبص كده مع بعض. هنا ده العمود بتاع الاستوانة بيبقى اطول منها بخمسة واربعين سنتي هنا وخمسة واربعين سنتي هنا. طيب ليه الطول الزيادة ده? عشان اقدر اشين من الاستوانة قد احطها على المكان عندي. وفي نفس الوقت نخلي بانا انها بتبقى الاستوانة من جهة بتبقى مسعوبة عشان اقدر ما تلف الاستوانة ما تلفش معاها. يعني ايه? يعني بتبقى مسحوبة بميل بزاوية خمسة واربعين. مسحوبة بزاوية خمسة واربعين. ليه السحبة بتاع الزاوية خمسة واربعين ده? عشان الاستوانة لما تيجي تلف ما بصش على الاستوانة راح تلفها لوحدها والاستوانة دي او العمود ده لف الواحد وما اقدرش تتحكم في لفة الاستوانة. على العمود بيلف والاستوانة ما بتلفش. الاستوانة ماشي مع القماش. فيبقى انا كده مش متحكم فيها. فبصة لقى الالوان دخلت بقى على بعضية والمشكلة حصلت آآ في عملية الطباعة وبصة لقى الالوان رحلت مني. فلازم بيبقى مسحوب من جوه بزاوية خمسة واربعين. ليه زاوية خمسة واربعين? عشان اقدر اتحكم في لفة الاستوانة اثناء عملية الطباعة. نيجي لنقطة كمان في موضوع الطباعة وهي سكينة ازالة اللون الزائد من على استوانة الطباعة. تصنع هذه السكينة من الصلب او الالمونيوم ومسبتة بقطعتين من المعدن وتكون سكينة ازالة اللون الزائد دهية زاية حركة طرددية. ليه قلنا حركة طرددية? بنقول لانها لو ترقنا السكينة على السطح الاستوانة ايه اللي هيحصل? دي بتزيل اللون من على الاستوانة. لو سبتها يعني سبت على الاستوانة من غير ما تتحرك آآ مع حركة الاستوانة هبدأ لقيها بتاقي تتحك في الاستوانة ويبدأ يعمل لي تآكل في الاستوانة اللي موجودة عندي وتبدأ تتآكل في اجزاء الطباعة وممكن كمان التآكل ده يجي مش في اجزاء الطباعة بس في الاجزاء السادة. فالاجزاء السادة دي تبدأ تشيل لون. فالليون ده يبدأ يعمل لي توطيش. فيعمل لي مشاكل في عملية الطباعة. خامس حاجة سكينة ازالة الوبرة. ودي بقى بتصنع من النحاس الاصفر. طب ليه هنا ما عملناه سكينة ازالة الوبرة من آآ صلب? ليه بقى? لان النحاس قلنا ان هو معدن طري او لين. فما تصنع من النحاس الاصفر ليه بقى عملناها من النحاس ما عملناش من الصلب ليه ما عملناش? من معدن قوي عشان تعمل آآ او تشيل الوبرة? لا. هنا لو عملناها القماش طري. فلو عملناها له سكينة من الصلب ممكن نتقطع. فعشان كده بنعمل له سكينة من النحاس بيبقى السن بتاعها طري او لين شوية وانعم في التعامل مع القماش. فما تأثرش على القماش ومع القماش ولا تسبب له اي نوع من انواع القطع. والسكينة ده هي بتتحرك حركة سبتة. وعكس اتجاه استوانة الطباعة وفائدتها بقى ايه? انها تزيل الوبرة العريقة من على سطح الخام. طيب ليه سكينة ازالة الوبرة? او علل? ليه سكينة ازالة الوبرة? ما آآ ما بتحركش حركة رددية. لاني معنى انها تحرك حركة رددية اني يعني ان في بعض اجزاء الوبرة هيبدأ او يعدي من تحت السكينة من غير ما يتشال. لكن لما تبقى بتحرك حركة سبتة وهي لينة فهتعمل لي حاجتين. اولا مش هتقطع القماش وفي نفس الوقت مش هتخلي اي وبرة تعدي. لاني لو اي وبرة عدت بتعمل لي مشكلة في الطباعة. لاما بتيجي ناحية لون او بتيجي تشيل لون زيادة او تشيجي عند حرف من حرف التصميم فتحمل لي مشكلة في عملية الطباعة. سادس حاجة عندي حوض اللون. والغرض من حوض اللون ان هو يغزي استوانة الطباعة بمعجون الطباعة اللي مراد طباعته. وآآ الفايد او الزيادة بيرجع لي حوض اللون. طيب الحوض ده بيبقى مصنوع من الصلب الذي لا يصدق وفي نفس الوقت احيانا في بعض المصانع بيغطي الحوض ده بالزاد بطبقة من النكل كروم عشان لما يحط مواد كيميائية ما تقصرش فيه الحوض. وطبعا يفضل ان هو يغطى به طبقة من النكل كروم عشان المواد الكيميائية ما تقصرش على آآ حوض بتاعي. وبنركب اسفل استوانة الطباعة بيثبت فيها فرشة. والفرشة دايب بيبقى تلتقى السفلي مغمور فيه اللون. وجزء العلوي بيبقى ملامس لاستوانة الطباعة. طب ليه بنغمر جزء السفلي فيه اللون عشان يبدأ يتحمل به اللون. وبعد كده بيبدأ تلف لحد ما تحط اللون على استوانة الطباعة اللي موجودة عندي. سابع حاجة ودي مهمة جدا جدا جدا. ونخلي بالنا منها لاني هقول على اهميتها دلوقتي البطانية الكاوتشوك اللي لا نهائية. تتكون من عدة طبقات من الكاوتشوك اللي تحمل ضغوطه ويواقع علي وتكون مشدودة اسفل وماشر المطلوب طبعته. نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي قوي في موضوع البطانية ده. اي بطانية يا شباب. آآ اي بطانية من الكاوتش. بتبقى البطانية دهية آآ ليها عمر فتراضي. في كتير من المصانع في البطاطين اللي هي الكاوتش دهية آآ ما بيستخدمهاش لآآ فترات طويلة. يعني بيستخدم آآ بتفضل معهم الفترات وما يغيرهاش. فانا لما البطانية دي تقعد لفترة طويلة وما تتغيرش ده بيعمل مشكلة كبيرة جدا 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 في القماشر وطبعته بعد كده. يعني لدرجة انه ممكن بعض الناس تقول لك ايه? طب احنا مش عارفين المشكلة دي جاية منين? المشكلة تبقى ممكن تبقى من حاجة بسيطة جدا وهي البطانية. ليه? لان البطانية دي ما بتتحمل بيبقى عليها الوان كيميائية ومواد كيميائية كتير وطباعة كتير وتأثيرات وضغط وكلام ده كله. فبيبدأ يأثر على المستوى او الجودة او بتاع البطانية. فعشان كده البطانية دهية لازم بتغير كل فترة. يعني مش عارف تقريبا خمسين الف متر او مئة الف متر. كل مئة الف متر لازم البطانية تتغير بشكل دوري. او يتعامل لها جالي والكلام دوت عشان ترجع من تاني تقدر تتحمل الضغط الواقع عليه. لاني تخيل ان البطانية دهية كل شوية الاستوانات عمالها تغبط فيها وتضغط عليها. كل شوية الاستوانات تضغط فيها وتضغط عليها. ده البطانية بيبدأ الكويتش بتاعها بيبدأ يتأثر مع الوقت. لاني طبعا الاستوانات مش كلها بتضغط في مكان واحد باستمرار. فبتضغط في اماكن مختلفة من البطانية. فيبدأ يحصل فيه عالي وواطي ويبدأ يعمل لك مشكلة في الطباعة. لدرجة انك انت بعد كده ممكن تبص على القماشة تلاقي القماشة فيها تقيل وخفيف ويبقى الاستوانات زي الفل والالوان جميلة جدا وما فيهاش اي مشكلة. كل حاجة لكن القماشة تحس ان فيها تقيل وخفيف. ده بيبقى نتيجة ان البطانية كاوتشوك ابتدى الضغط بتاعها يختلف فالبطانية بقى فيها عالي وواطي فابتدى يأثر على القماش ويعمل اختلاف فيه درجات الوان القماشة. فنخلي بقى لنا من الموضوع ده قوي قوي لما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله نتخرج ونبدأ نشتغل. نخلي بقى لنا من حتة ان البطانية دي ممكن يبقى فيه عيب عما يقولوا ان هو العيب مني مسلا او عيب من الصناع اللي شغال. وانا مش عارف ان العيب ده جاي من البطانية. نشوف ليه نقطة تانية مع بعض. جهاز الغسيل بتاع البطانية. الجهاز ده زي ما احنا شايفين كده. الجهاز ده هنا الفرش هي اللي بتغسل اللي بتبدأ يخش آآ السير هنا بتاع الكوش بتاع البطانية يبدأ يخش هنا ويبدأ اللي تشاش تبدأ تتفتح على السير ده. وتبدأ تغسل في البطانية بتاعتي. وبعد كده هوت الفرش تبدأ تنظف عشان تشيل الالوان الزايدة ويه اية الساخات موجودة. وبعد كده هوت هنا فرش ليه زيادة اي مية زيادة. وبعد كده بيبدأ يحصل عملية تكفيف. ويتنظيف ليه الخامة. وبيبقى هنا فيه درفية العصر عشان اتخلص من المية الزايدة. وهنا فيه بلوع اتصرف عشان اتخلص من المية الموجودة. اللي هي اللي نزلت بعد انتهاء عملية الغسيل. وبعد كده هوت بيحصل عملية تبدير هنا ليه آآ السير. عشان لو فيه اي مشكلة او فيه اي لزء زيادة او حاجة كده يطلع فيه السير وما يعملوش مشاكل فيه عملية الطباعة. وبعد كده فرش تمظف البدرة اللي موجودة دهية وبدرة التطهير اللي تبقى موجودة فيه عملية السير. نيجي بقى لجهاز التكفيف. يتم التكفيف القماش المبوع في حجرة جدارها عازل للحرارة. ويستخدم الهواء الساخن للتكفيف ويتم التخلص منه البخار المكسف ويتم التحكم بدرجة الحرارة حسب نوع القماش ويمر القماش المبوع بعد تكفيف مرشدا على جهاز تبريد. ليه السبب اللي احنا قلنا ان هو بيمر على جهاز تبريد قلنا عشان ما ينفعش ان انا خرج القماش مرة واحدة الى درجة حرارة الجو بعد ما يكون درجة حرارته كانت عالية جدا يخرج مرة واحدة للجو هنلاقي يحصل له عملية اسفرار نتيجة اختلاف درجات الحرارة الكبير جدا. فعشان كده منمر على جهاز تبريد نهدي درجة حرارته شوية. الحد ما نخرجه لهواء الجو. ازاي بقى بنعد مكينة الطباعة لعملية الطباعة? اول حاجة بننزف الاستوانات النحاسية والاعمدة ونزيتها. الاعمدة بنزيتها. الحملة للاستوانات بنزيتها عشان تبدأ يبقى ليها سهولة في عملية الطباعة. الاستوانات النحاسية بنضافها بااا حمد اسمه السيانور وهي بنبدأ نعملها تنظيف وجلي عشان تبقى الاستوانة نضيفة وجهزة لي عملية الطباعة. بعد كده بنرتب الاستوانات من اللون الفاتح الى اللون الغابي. تاني حاجة في اعداد مكينات الطباعة إن احنا بنرتب الاستوانات من اللون الفاتح الى اللوان الغابي. بعد كده بنضبط الرسمة بضبط الاستوانات بالعلامة محددة. يعني احنا بنحدد اللي هي الكروسات. المقصود هنا بالعلامة المحددة. يمكن هي موجودة في الكتابة لانها علامة محددة لكن العلامة المحددة هنا المقصود بها اللي هي الكروسات. يبقى بنضبط الرسمة بضبط الاستوانة بعلامة محددة. بعد كده بنعمل اعداد لماكنة الطباعة بنحرك الاستوانة يمين ويسار لضبط جميع الاستوانات. يعني انا ايه نبص كده مع بعض هنا. نبص معي. انا عندي هنا مسلا الاستوانات بتاعت الطبعة اللي موجودة هنا قدامي. نبص كده مع بعض. انا عندي هنا الاستوانات. ابدأ احركها يمين وشمال. ابدأ احرك الاستوانات بتاعتي كده يمين. وشمال سنة ويمين سنة وشمال سنة. لحد ما ابدأ ايه? يبقى هنا عندي الاستوانات هنا. التصميم بتاعي كده فوق بعضه. فابدأ اتحكم فيه بشكل واضح وابدأ اتحكم فيه شغل الاستوانات مع بعضيها. ممكن اتحكم فيها يمين وشمال. وكمان ممكن الفها. يعني مسلا لو التصميم بتاعي هنا مش معشق مع التصميم اليف الحتة اللي تحت شوية. او ارجع اليف اللي ستوانا من فوق. او وابدأ احركها لحد ما زبط التصميم معايا يبقى كل التصميم او كل الالوان تبقى موجودة فوق بعضها بالترتيب اللي انا عايزه. كمان لازم ارتب من الفاتح الى الغامن. يعني لازم في الاول اطبع اللون الفاتح. بعد كده اغمق شوية اغمق شوية اغمق شوية لحد ما اوصل ليه اغمق درجة في اخر تصميم اللي عندي اللي هو قبل اطباع بشرة. ما ينفعش ابدأ باللون الغامق. لو بدأت باللون الغامق ممكن بعد كده يلطش معايا في عملية الطباعة. فعشان كده بيفضل ان اطبع اللون الفاتح وبعد كده الغوامق بعد كده. تاني حاجة في اعدادات مكانات الطباعة اختار السلاح. السكينة اللون المناسب للنوع الرسمة. ونخلي بنا ان السكينة اللي بتزيل اللون الزيادة لازم تبقى ميلة بزاوية خمسة واربعين. طب ليه بش مهندس ما نيجي نعملها ما نعملهاش عمودية او بزاوية تسعين. لو عملتها بزاوية تسعين ده معناه انها ممكن تجرحلي في استوانة الطباعة. فيبقى يفضل ان انا اعملها بزاوية خمسة واربعين درجة تبقى ميلة على استوانة الطباعة. بعد كده بنركب سكينة ازالة الوبرة على القماشة. بنركب آآ سكينة ازالة الوبرة عشان تبدأ تزيل الوبرة اللي موجودة على القماشة. عشان نشيل الوبرة الزيادة اللي موجودة على القماشة. بعد كده بنركب احواض اللون اللي موجودة على القماشة. ونبدأ نحط فيها اللون اللي موجود فيه الاحواض على حسب اللون المطلوب. طبعا برضو ترتيب احواض اللون برضو اه الترتيب برضو على حسب بقى اللون اللي مطلوب في عملية الطباعة. وبيبقى الترتيب طبعا من الفاتح للاغمى للاغمى للاغمى. بعد بعد ما منخلص بقى عملية الطباعة بنفتح سمام البخار الخاص بواحدة التكفيف ونشغل مراوح لدفع الهوى. طب ليه من دايما بنشغل المراوح لدفع الهوى? عشان البخار ما يحصل لهش عملية تكسف. لان لو البخار البخار حصل له عملية تكسف على سطح القماش ده ممكن يعمل لي بلل او تندية في القماش ويعمل لي مشاكل فيه الطباعة ويخلي اللون بتاع الطباعة يبدأ يفرش معايا. فانا ما يفضلش عفوا. آآ ما يفضلش ان انا البخار او المية يبقى موجودة على سطح القماش فيبدأ اللون ابتدى يفرش معايا. فعشان كده لازم نفتح الهوى او مداء دفع المراوح للهوى. بعد كده بنضلده من القماش وندخله وناخد عينات من الرسمة او التصميم بتاعي وبنراجع التكرارات وبنشوف الالوان ودرجات الالوان ونبدأ نشوف هي مزبوطة ولا لا. نبدأ بقى نشوف مكنات الطباعة اللي هي بالاستوانات النحاسية دي بترتبة على حسب رأسي افقي مائل بزاوية خمسة واربعين آآ عمودي هنشوف بقى كل استوانات بعان. اول حاجة مكنات الطباعة بالاستوانات الرأسية. نشوفها مع بعد هنا هوت كده الاستوانات هنا هنلاقيها فوق بعضيها وفي كل استوانة زي ما قلنا كده في استوانة ضغط خاصة بيها. يعني كل استوانة مطلوعة هنلاقي في استوانة ضغط خاصة بيها. عشان كده بقول من ضمن مميزات هذي الماكينة ان انا بقدر اضع الوان مختلفة وبسقل مختلف وبهشاير مختلفة. یعن انا لو عندي مسلا طباعة فيها اشير او فيها حاجات خفيفة او رسومات ضعيفة حاجات بسيطة ممكن اخفف الضغط عليه. طيب لو طباعة فيها بقى مساحة كبيرة وعايز اضغط عشان اللون كله ينزل. لا ممكن ايه ازود الضغط معايا. فعشان كده منقول ان الاستوانات هنا هو اه ميزة الاستوانات الرأسية ان اه كل استوانة لها استوانة ضغط خاصة بيها فعشان كده ابقدر اتحكم في ضغط اللون. تعالوا نشوف كده مع بعض مميزات هذه المكينة. اول الحاجة سرعة التشغيل. هي بتشتغل بشكل سريع يعني انا ممكن نلضمها في وقت قليل. تاني حاجة بتعمل بدون اعمدة. يعني عبارة عن استوانات معدنية مغطاة بالنحاس خفيفة الوزن وبالتالي سهلة في الفك والتركيب. طبعا العمود بالرغم من ان هو جاي جدا عشان بيخليني اقدر بقى متحكم في الاستوانة لكن ميزة الاستوانات الرأسية اني الاستوانات النحاسية بتبقى سهلة جدا في عملية الفك والتركيب لاني هي بتبقى الاستوانة بس ما فيش اعمدة فيدوبك بركب الاستوانة على السطح وابدأ ازبط فيها زي ما انا عايز. للحصول على طباعة منتزمة طبعا الاستوانات بتعمل بيه الضغط الهايدروليكي. بتقلل عيوب الناتجة من الطباعة والسبب بادقى الاستوانات بالتكرار المزبوط زي ما انا عايزها بالزبط وبالشكل اللي انا عايزوا زي ما انا عايز. خمسة انتزام الطباعة وكلة استهلاك السكاكين للطباعة وذلك لضبط ضغط السكاكين بالهواء. طبعا هنا هو الضغط هنا بيبقى بالهواء. وضغط السكاكين بالهواء بيخلي الاستوانة اه والسكاكين تبقى تاخد وتدي معي اثناء الطباعة وما تبقاش مستنطرة قوي على النحاس وبناء عليه بحافظ على الاستوانة من اي احتكاك او اي عيوب بتحصل في التصميم. سهولة طبعا الاشراف والمطابعة لان القماش كله بيبقى ماشي قدامي فبقى شايفه بسهولة ما ببقاش ايه اه بطول القماش فعبار ما اروح لاول التصميم بعد كده اروح لا الاستوانات كلها موجودة قدامي فانا شايفها وانا واقف شايف كل الالوان وكل الاستوانات وانا شغال. كمان اه بيبقى سهلة قوي فيها ضبط الشدد. وضبط الشدد القماش هنا هو مهم جدا 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 في عملية الطباعة فبيبقى ما بيبقاش فيه شد وقع عليها بشكل كبير. فانا لو انا عندي مسلا قماش تريكو ومش عايز يقع عليه شد كبير فممكن احطه في مكينة استوانة الطباعة بالاستوانات الرأسية. تامن حاجة فيها تامن استوانات محاسية وتطبع حتى عرض مية وستين. ويمكن ان هو ده عبها الوحيد. اه هو ميزة هنا طبعا ان هما تامن استوانات نحاسية. لكن عبها اني الاستوانة عفوا. اه ميزة الاستوانات النحاسية ان انا بقدر اطبع تامن استوانات لكن هو يمكن العرض بيوصل لحد مية وستين وده عرض مش قليل على فكرة. لكن العرض ده بالنسبالي لو انا عايز اطبع مسلا وماشي عرض واتنين متر بيبقى الموضوع صعب شوي. كمان سرعة المكينة بتصل الى مية متر في دقيقة وده رقم كويس جدا بالنسبة للصورة. يعني ان انا اقدر اطلع آآ مية متر في دقيقة ده رقم جيد جدا 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 في عملية الطباعة. بعد كده الطباعة بالسلندرات المحفورة الميلة بزاوية خمسة واربعين درجة ونشوف ميزة او شكل المكينة دي. ادي الشكل بتاعها. ادي الميل بتاعها بيبقى زاوية خمسة واربعين ودي استوانات الضغط بتاعة الطباعة هي برضو تقريبا لكل استوانتين في استوانة ضغط. يعني كل لونين ادي عندي انا هو عندي لون وادي لون كل لونين بيبقى ليه استوانة ضغط. كل لونين او ما بين كل لون ولون في استوانة ضغط. ما بين كل لون ولون في استوانة ضغط موجودة عندي. مميزات الطباعة بالسيلندرات اللي هي زاوية خمسة واربعين او اللي بيسموها بروكنر. اولا تصلح لطباعة الاقمشة التريكو لان القماش بيمر داخل الماكينة دون شد حتى خمسة لون. يعني دي كمان افضل من الرأسية. لان الضغط هنا كمان اقل. فاي بقى قماش تريكو موجود عندي حتى لو كان صوف مسلا يمكن الصوف التريكو بتاعه اعلى شوية من قماش مسلا التشيرتات. لحد خمسة لون انا ممكن ما فيش مشكلة. طب لو بقى ازياد. لا ازياد يبقى انا هروح فين? لهيه الماكينة الرأسية. لاني برضو الماكينة الرأسية. الشد فيها قليل. لكن بتوصل لكم? تمانية لون. لكن هنا خمسة لون بس. فعشان كده لو شد ازياد. يبقى اروح لي او العدد الالوان لو ازياد يبقى اروح لي ايه? للرأسية. لكن لو عدد الالوان وصل لخمسة لون. يبقى انا ممكن تشتغل معايا اللي هيه الزاوية الخمسة واربعين. لانها كمان الشد اقل بكتير من آآ الرأسية. لانها ميلة بزاوية خمسة واربعين. فالقماش التريكو مسلا زي الاصواف والكلام ده ما بيتقصرش بشكل كبير. نيجي بعد كده الميزة التانية. اني فيه الاخمشة المنسوجة تصل الى الالوان الى ثمان الوان لو اخمشة منسوجة. عرض القماش المبوع اتنين متر. وهنا بقى ميزة انا دايما بحب بقارن ما بين دي والرأسية. لاني فيه هنا اللي بلاقيه ممكن عيب هنا ممكن للاقيه ميزة في المكينة التانية. هنا عرض القماش اتنين متر. ومحيط الاستوانة ممكن يوصل لسلعة واربعين ونص. سبعة واربعين ونص دي يا شباب ده رقم كبير جدا لاتنين وخمسين سنتي. ده معناه اني ممكن التصميم بتاعي يوصل لمتر على هزيه الاستوانة. فممكن اشتغل به بشكل جاي جدا. فيبقى من مميزات هزيه المكينة ان عرض القماش المبوع اتنين متر. يعني العرض بتاع القماش ممكن يوصل ليه اتنين متر. ومحيط الاستوانة ممكن يوصل ليه سبعة واربعين ونص الى اتنين وخمسين سنتي. سرعتها بتصل الى تمانين متر في الدقيقة. بتوفر الوقت طبعا وعدد العمال لاني بقدر ارائب يعني ممكن عامل واحد يقدر يرائب المكينة كلها. وعملية الطباعة الاخطاء والعيوب. بالنسبة للاخطاء والعيوب لعمليات الطباعة دي مهمة جدا. ولكن اه محتاجة شرح وتفصيل كبير قوي. هنشوفه مع بعض ولكن في الحلقة القادمة. ان شاء الله اشوفكم على خير الحلقة الجاية. ياريتني زاكر الجزء ده هو تنعمل مقارنة ما بين الرأسية والميلة بخمسة واربعين درجة. ولو في اي تعليق او استفسار هستقبلوا على القناة بتاعة التعليم الفني في قسم طباعة وسباغة وهي تجهيز المنسوجات. اشوفكم على خير. والسلام عليكم.